لو عايز تعرف الفرق بين الارد والنسناس لو عايز تعرف فترة الحمل بالنسبة للنسناس لو عايز تعرف الطعام المناسب للنسناس لو عايز تعرف التطعيمات المناسبة لو عايز تعرف فوائد وأضرار تربية النسناس لو عايز تعرف أي معلومة عن النسناس اسمع الفيديو للنهاية أهلا وسهلا بكم طبعا تربية الأرود وتربية النسناس من أمتع التربيات على الإطلاق وطبعا يعني فيه ناس كتير قوي بتحب ان هي تربي ارد وتربي نسناس في البيت النسناس من اذكى الحيوانات على الاطلاق وهو حيوان لعوب جدا بيخب اللاعب كثيرا وطبعا قد يفاجئك بحركات عجيبة جدا وكله تبع التدريب كل ما تدربوا اكتر كل ما يعني هترى العجب العجاب لما تاجد تروح تشتري نسناس يجب عليك ان انت تشتري النسناس الصغير لا تشتري النسناس الكبير او الارد الكبير ليه بقى؟ لان الارد او النسناس الصغير دوت بتستطيع ان انت يعني ايه تقيم معه صداقة تستطيع ان انت تروضه ان انت تخليه حيوان اليف وتضمن طعته ويصبح حيوان اليف يعني ممتع لا يشكل خطر على اطفالك او على امتعتك او على اغراضك في المنزل تاني حاجة لما تروح تشتري نسناس يجب عليك ان انت تعرف ان فيه تطعيمات لازم النسناس او لازم الارد دوت ياخدها تطعيمات ضد امراض الطفولة يعني الارود من الحيوانات المعرضة للاصابة بالعديد من الامراض التي يصاب بها البشر لذا فانك ستحتاج طبعا الى الذهاب الى الطبيب البيطري لتطعيم النسناس الارود الزغير الذي ترغب في تربيته اه من اهم طبعا اللقاحات الحسبة الالمانية وشلل الاطفال وطبعا التطعيم ضد التتنس اه فلابد ان انت تراعي التطعيمات ديت عشان تضمن اه ان يكون معاك نسناس سليم اه ايضا بالنسبة لتغذية النسناس النسناس طبعا بيأكل اي شيء بيأكل بسكويت بيأكل المكسرات اه بيأكل الخضروات اه بيأكل اه الرز المطبوخ بيبيشرب اللبن بيأكل الزبادي بيأكل البض المسلوق يعني اي شيء لكن احذر ان انت تطعمه سكريات كتيرة او ايس كريم اه او اللحوم اللي هي اللحوم النية اللحوم النية اه ايضا يجب ان تعلم ان القرض والنسناس من الحيوانات التي لا تهوى يعني ولا تحب اه الاختلاط باكسر من شخص فاذا حدث ترابط بين النسناس وصاحبه فانه بطبيعته لا يأنس الى غيره بسهولة يعني هو تعود عليك مش هي يعني مش يعني لما يشوف شخص غريب او كده يعني هيتغير وهيشعر بالفزع والخوف اه وحينما طبعا يواجه الارد او النسناس بعض الاهمال من صاحبه فان مزاجه يتغير ويتحول الى حيوان عدواني اه قد يصيبك بالاذا وقد يحطم الاشياء يصبح اه يعني مزعج طبعا عندنا النسناس تمنوا رخص جدا اه والنسناس بياجي من جنوب اه افريقيا النسناس في مصر تمنوا يعني مش غالي خالص اه مقارنة بال بالبغبغوات يعني عندنا البغبغان مسلا المكاوي بيعمل مسلا اكتر من اربعين الف اه ده اللي هو يعني البغبغان اللي هو الزغير انما النسناس اه بيعمل في حدود اه ستة الاف يعني ستة الاف من من خمس سنين فاته كان ثمنوا مثلا الف جنيه يعني كان ثمن النسناس الف جنيه اه ده باختصار اه لكن ايه هو الفرق بين النسناس والارد طبعا الفرق كبير جدا لان طبعا النسناس زي ما احنا شايفين في الفيديو النسناس حجمه صغير جدا وحجمه ضعيف لكن هما كلهم من نفس العائلة اه لكن الارد طبعا بيتميز بشكله الكبير اه بلونه يعني الاجمل اه وايضا اه الارد طبعا بيتميز ان هو اكثر اه شجاعة اه ايضا النسناس يعني اللي هي طبائع اه بخلاف طبائع الارود اه النسناس يعني كتير الخوف لكن الارد طبعا اكثر شجاعة اه عندنا ايضا بقى بالنسبة لمسألة التزاوج اه فهللاحظ ان اه في الغالب ان الارد اه لا ينجب الا فرد واحد لا لا يحمل اه الانسا لا تحمل الا في فرد واحد في الغالب يعني ممكن تجيب توقم لكن في الغالب بتجيب اه فرد واحد. اه بالنسبة ليه النسناس طبعا ليه موسم في التزاوج اللي هو طبعا شهر فبراير وشهر مارس اه الانسة بتالد اه من اربعة لتمانية يعني عدد كبير يعني بتحمل في اه من اربعة اه لثمن اه افراد من الناس سنيسة. وطبعا مدة الحمل سبعة اسابيع. مدة الحمل سبع اسابيع. طيب هل رب نسناس ولا رب بغبغان؟ طبعا البغبغان هو الافضل والاحسن كتير جدا. النسناس طبعا زي ما احنا شايفين طبعا الحمام بتاعه طبعا في بعض الناس بتلبس له يعني بمبز. بخلاف طبعا البغبغان هو حيوان جميل جدا. والبراس بتاعه يعني ما بيلوش المكان. وطبعا البغبغان هو اكثر اجتماعيا. البغبغان هو اكثر يعني محاكاة وتقليد. يعني النسناس لا يستطيع ان هو يحاكي لغة الانسان بخلاف البغبغان. يستطيع ان هو يقلد حركاتك. يستطيع ان هو يقلد بعض الكلمات اللي انت بتتكلمها. طبعا اضرار تربية القرود والنسناس. من الممكن ان النسناس ده هو لو انت سبته فترة ان هو يصبح شارس جدا. اه من الممكن ان هو اه يعض ديك. وطبعا العضة ديك ممكن تستلزم منك ان انت تاخد بعض اه الحقن. حقن تاتنوس او ان انت تذهب للطبيب. اه لان المسألة دي ايه مسألة اه مسألة كبيرة جدا. اه فبنقول ان النسناس في الاول وفي الاخر او الارد في الاول والاخر اه هو حيوان بري. مكانه البرية. اه طبعا اه الحيوان البرد حتى احنا بنشوف ان هو اصلا حيوان يعني مش اجتماعي يعني بطبعا مش اه حيوان اه اجتماعي. انت بالتدريب والممارسة اه بتحاول ان انت تخليه اه صديقك. لكن انت لو اعملت فترة معينة اه بينسى كل حاجة تماما. وفي قصة لسيدة كانت بتربي نسناس اه منذ يعني منذ الصغر وهي وقتها وبتربيه. اه وبعد فترة اه قالت يعني ان هي عايزة توريه يعني لان النسناس زواج ما شافش ولا نسناس قبل كده خالص. ما شافش اي حيوان شبيه له. فحبت ان هي تاخده تيوديه اه يعني في حديقة الحيوان ان هي تحطه في افص مع النسانيس تشوف اه ردت فعله. فطبعا لما حطته مع النسانيس اه طبعا يعني لسه مش اول مرة يشوف شبيه له. اه فتاني يوم جات له فطبعا النسناس طبعا حضانها ويعني اقبل عليها. اه لكن ثابته كمان اسبوع. فلما ثابته اسبوع اه اللي حصل ان ان النسناس نساها اه خلاص هو تأقلب مع مع يعني النسانيس اللي هي شبهه. اه نسى يعني صاحبته اللي هي ربطه اكتر من كم سنة يعني. فهي حيوانات اه ده موطنها الاساس اللي هو موطنها اه البرية. اه وبنقول ان هي ممكن تمثل خطر كبير جدا وان هي ممكن يعني في بعض الامراض المعضية اللي ممكن تتنقل من الارد او من النسناس اه للانسان. اه ده اختصار اه لبحث عن اه النسانيس وعن اه الاود. اتمنى اكون افدتكم. اه والسلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة